أشكركم بوعدكم أنكم هتتفرجوا على برنامج محتوى هو المحتوى اللي انتوا عايزينه وهتلاقيوا نفسكم في المحتوى ده خلونا بقى دلوقتي ندخل في الموضوع على طول وهشارككم تريند شفناه كلنا على السوشال ميديا صراحة أنا عن نفسي مش قادرة تخطاها لحد دلوقتي يعني لو انت معداش قدامك الفيديو ده بليز بليز لو سمعته أو شفت كده مكتوب ايه حاول انت تجري اقلب عشان بجد الفيديو مؤذي نفسيا الفيديو ده الشخص مجهول يعني هو تقريبا تقريبا بيقولوا ان هو صيني مش عايزة احدد جنسية بس هو تقريبا ولد او بنت حط قطة صغيرة في الخلاط وشغلوا عليها انتوا متخيلين الجملة يعني انا مش قادرة تخيل ازاي ازاي قدر ان هو يحط حيوان سواء كان ايه سواء كان حتى لو فار على فكرة انت بتعذب حيوان انت سمحت لنفسك ان انت تقتل روح بالطريقة البشعة دي انت بجد جد هتروح فين من ربنا وفين مشاعرك وانت بتعمل كده عايزة شوف ردود افعال الناس كانت ايه مبارح على السوشيال ميديا عشان الناس بجد كانت متعصبة جدا وناس كتير كتبوا حاجات كتير عن الموضوع ده في اول رد فعل خالد بيقول الحين لو صار القطة تتكلم مش بتقول عنك القطة دي لو تكلمت بجد هتقول عنك ايه هتروح فين من ربنا نشوف حاجات تانية من اراء الناس على السوشيال ميديا جماعة اتوسل اليكم تبطلوا تشايروا الفيديو بتاع القطة انا حرفيا ببرتعش والله العظيم وانا كمان وناس كتير اوي حتى ممتي وناس كتير اوي مبارح كنا مستقين جدا نورة منصور بتقول بخصوص الفيديو بتاع القطة اللي اتضربت في الخلاط خليكم متأكدين ان الحيوانات هتقتص يوم القيامة من كل واحد عمل فيهم حاجة ده وعد ربنا يعني اللي عملته ده هيتعمل فيك ان شاء الله وده اللي انا قلته يعني هتروح فين من ربنا باللي انت عملته ده بجد ده انسان غير سوي انا اللي عايزة عرفه هو الطفل ده عدف ايه وشاف ايه في حياته في اسرته في عيلته مين كان بيعمل بمين كده انا حقيقة مش قادرة صدق وللأسف للأسف ان الموضوع ده مش بس مع القطة في حيوانات كتير زي الكلاب زي ما في فيديو كان تقريبا من سنتين ورجع تاني للسوشيل ميديا خلال الايام اللي فاتت كان كلب في حد بيرمي عليه مية نار انتو بتخيلين اصلا الكلمات اللي انا بقولها قد ايه صعبة مية نار ومية نار وبعد كده بيكهربوا للأسف الفيديو بيتعرض انا مقدرش والله العظيم مقدرش اتخيل المنظر ده طبعا اكيد اكيد بنشكر اجهزة الامن في سهاج عشان هي اتخذت الاجراءات المناسبة مع الشخص ده وطبعا فيه كمان مش قادرة انسى برضو فيه شخصية معروفة يعني public figure هي معروفة مش عايزة احدد اسمها كانت برضو قبل كده زهقت من الكلب بتاعها وتحججت حجج غير طبيعية وحدفت الكلب في طريق وثابته الكلاب اللي في الشارع اللي عايزة اقوله يا جماعة انت مش قادر ان انت تربي كلب ما تقزيهوش يعني ما تقربش عليه انت الكلب لو انت ما عملتلوش حاجة الكلب مش هيجري وراك ويعدك ما تقربوش على الكلاب مش عايزة اقولكو اعتبروه مولادكو بس حقيقي انا كلبي باعتبره ابني كل حد ليه وجهة نظر بس انا بحب الكلاب جدا وبحب الحيوانات جدا ومقدرش والله والله ان انا زي سرسار يعني انتو بتخيلين دي روح روح انتو ازاي قادرين ان انتو تعملو كده